سأخذك إلى خبر أيضا مميز وفي زيارة أصبحت مثار جدل انطلق رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إلى مدرسة داخلية في مدينة نيس ليعرض برنامجه الجديد للمدارس الداخلية التي يهدف من خلالها لتوفير بيئة بعيدة عن الانحرافات المحتملة للشباب وفي أثناء تبادل الأحاديث مع طلاب واجه أتال لحظات محرجة بفضل أسئلة شجاعة من أحد الطلاب اللي سألوا ببساطة هل أنت غني ليرد الرئيس بشيء من الارتبات نعم نعم ولكن الأهم هو أن تقوم بما تحب لم يكتفي الطالب بذلك بل طرح سؤالا آخر على الرئيس سأله عن الرئيس ماكرون بالتحديد قائلا وما رأيك في ماكرون ليجيب أتال بكلمات مقتضبة ومرتبكة آه جيد أنا أعمل معه نعم لكن الطالب لم يتوقف عند هذا الحد وأضاف بجرأة إنه لأيم يعني جرأة الأطفال هبا خلينا نقول بكل صراحة بيقولوا كل شيء بألبهم يمكن هي فعلا يعني جاي من براءة خلينا نقول ولكن كمان جاي من أمور حقيقية نحن الكبار عندنا صعوبة إنه دائما نقول الحقيقة كما هي ولكن الأطفال دائما يقولون كل ما في بالهم وفي قلبهم بدون أي يعني هناك جدار بينهم وبين الشخص الذي أمامهم وأعتقد هذا موضوع أيضا أقيمه في دولة عربية أو في لبنان بالتحديد ربما كان هناك مواجهة بين السياسيين والطلاب في المدارس وفينا نقول فشخ الكثير من الناس بطريقة أسئلتهم منيح يعني ومنيح أنه نعود الأطفال والطلاب بأنه يكونوا فعلا صريحين ويحكوا عن أراءهم يعني هم صناع المستقبل ما فينا أنه نقيد أو نكمم أفواهم وبعدين نقول أنه إحنا بمجتمعات لا يأخذ فيها الشعب يعني كلمته وما في إله أي ربما تعبير عن الحرية موسيقى